السلام عليكم واحد درجة ديال تسطية واحد الهبال واحد الاستبداد واحد الدكتاتورية ليصلها النظام الجزائري مع الاسف ودرجة الحقد لكي يكنها المغرب والمغاربة والقرى المغربية والجماهير المغربية فمقبل كان نقاش حول واش فريق الاتحاد العاصمة قد ينسحب او منسحبش ولكن لكي عرفوا الجزائر الجزائريين كانوا اكدوا بانه هذي كلها مناورات وما غادش يمكن الاتحاد العاصمة انه يلعم عنه البركانياء وهو يحمي القميس لفيه الخريطة الكاملة دي المغيب فاحتى لك الاتحاد العاصمة بغي او اللاعبين بغين او جمهور الجزائري بغي فان جنرالات الجزائر رفضوا لهم رفضا باتا هالشي كله اذا اللي كان انتوقع لانه يما غاد يلعبو او انهم ما يلعبوش ولكن تأكدنا الان انهم ما لعبوش وبالتالي غيرتنزل لهم عقوبات قاسية من الكاف على اتحاد العاصمة وعلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بمعنى انه كرة القدم الجزائرية هي الضحية والجمهور الجزائري الرياضي هو الضحية ضحية دي التعنت وغطرست الطغمة الحاكمة في الجزائر لان تفضحت الجزائر وحكام الجزائر امام العالم وقميس فريق هزمهم قميس النهضة البركانية هزمهم شر هزيمة واليوم صادير رئيس الاتحاد الجزائرية متواجد في سويسرا باش يقدم يعني شكاية لمحكمة الطاص وفعلا نقدمها وكان بطريقة استعجالية على انه تدخل الطاص وتوقفها المقابلة يعني تأجلها لوقت اخر وتبتقع في طعون لدارها ولكن الطاص لهم ممكناش احنا ندخلو ونوقفو هزمقابلة لانه هزمقابلة تبعها ممويلين وتبعها نقل تلفازي ممكناش احنا ندخلو ونوقفو هزمقابلة وهذي كانت رسالة للجزائريين ما فهموهاش او ما باشي فهموها كانت رسالة جزائريين يعني تقول لي ما ودي حتى واحد ما يقدر يوقف هزمقابلة او ان المقابلة ما تجراش خصد المقابلة تجرى باي شكي من اشكال لانه ستؤثر على التزامات الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم من ناحية المستشيرين ومن ناحية نقل التلفازي وبالتالي انه دبع اتحاد العاصمة او اتحادية مدم انه فريق اتحاد العاصمة ملعبش وانسحب لانه فريق الخصم نظر بركانية البسوحة يستعملوا احترقوا الليرة مصادق عليه من الكاف فبالتالي غليكون عقوبات اكيد انه عقوبات على اتحاد العاصمة واتحادية على النوادي وعلى الفريق الوطني الجزائري او الفوق او المنتخبات الجزائرية لكرة القدم بمعنى انه دخلنا في واحد ازمة كبيرة 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 ما بين الجزائر والكاف وغدين نسمعوه هذرة ونسمعوه كلام وغدين نشوه غدين نشوه غدين نشوه المحكمة وعدنا ميلف متكامل كيف مدير لقد قلت في الكاميرون مقابل الكاميرون فاش تأهلت الكاميرون لكاس العالم على حساب الجزائر لا عدنا ميلف وقنا رئيس الاتحادية لا عدنا ميلف متكامل وميلف يعني فيه حجاج وفيه الدلاء من وطائق وفيديوهات وكذا وتشجيلات وهدي وهدي وأننا غدين تعود المتش غدين تعود المقابلة ودائما حلمه واحد السارة كاشو وحجبين مزاكي حلم أنه غدين تعود المقابلة دي الكاميرون لجزائر مؤهلة لكاس العالم كاس العالم فاتقوش تقضى ومزاكي شهدين عايشين ذلك الحلم وهاكدا عاو التنجون عايشين هذا الحلم بأنه غادي انتصره مع أنه القوانين واضحة إلا عند الجزائريين اللي عندهم تفسير معين وفهم معين لهذا القانون وكيعتقدوا بأنه هذا الفهم صحيح وكيعمروا ريوس الجزائريين بهذا الخرطي الخرطي اللي كنقولها دائما وكيبينهم كعيشهم في الأوهام وأنه غادي نتغلبوه غادي نتصره غادي يتعود الماتش غادي تنهازم مع أنه كنأكدو وكنقوله اليوم وغد أنه قميس أن هذا البركانية هزم كابرانات فرنسا هزم جينيرات الجزائر شر هزيمة أمام العالم والعالم كله كيضحك على الجزائر وشفنا بأنه الاتحاد العاصمة كان جاء للمغرب واستقبلوه في مطار وجداء استقبال في المستوى في مستوى العقلي المغربية في مستوى النجر المغربي في مستوى القارم المغربي وفرهم جميع الظروف اللوجيستيكية بشي في الإقامة وذي التدريب وذي تفوت يعني المقابلة في أحسن الظروف وشفنا الجمهور أحضر اليوم بكتافة وبنج وشفنا يعني كيف يشرفعوا الرايا المغربية كيف يشرفعوا الخريطة المغربية كاملة بشعار الله الوطن الملك لكن تحية الجماهير الرياضية اللي كانت حضرة في الملعب البلدي ببركان وهي جماهير بركانية جماهير وجدية جماهير ناظورية جماهير أحفيرية جماهير من الضربدة من الرباط من الشمال من المغرب جاو بشي حضروا لهذا الحدث وشجعوا نهضة البركانية كممثيل للكرة المغربية وكفريق لصمد أمام جنرالات الجزائر وأمام التعسفات لكانوا ضحيتها في الجزائر وما بدلوا تبديلها إذن اليوم كنت أكدوا وكنقولوا هذه الغرارة أنا لا تخصين بعدين نقولها المغربة كاملين على أنه الآن تأكدنا مش هي تأكدنا غير اليوم إني أكتر من أي وقت مضى ومما لا يدعو مجالي الشك أنهم يكرهون أنهم ما يحترموناش أنهم ما يبغلوناش أنهم يدوروا غيفين يفقعون ويفقصون أي حاجة ضرنا يديروها أي حاجة تمردنا يديروها وحنا نهائيا ما ندوهاش من كم نقول لنا السبع ما يتهول بتبع بيع النهاش وكيحاول ما أمكن أنهم يسئولنا ويسمع وما عندهم حتى استعداد أنهم يسمعون لنا أو يتفاهموا معنا أو يتعبون معنا بلين قره قره إذن ما نقولوش أنا بالنسبة لي ما نقولش أودين لها دورة غير جينيرات أو المسؤولين فشفنا حتى جماهي الرياضية أنا ما كان منزهش وما كان بالرأش الشعب الجزائري كان قول له حتى أنت مسؤول على هات الشي لا يوقع على سرق سكت وسرق باغي هات الشي اللي رأي يوقع حددنا الموقف ديلك ما تبقىش سكت إيه لا رأك عاجبك داك الشي يقول أهلا وسهلا ما عاجبك شخص تقولها وتعبرا عليها أما تنافق على الاتفاق ممكنش إذن الباطل منك ينجح ممكن توفق مش لأنه هو موفق أو أنه قوي لأنه أصحاب الحق ما هدروش وهات الشي اللي وقع في الجزائر إذن أصحاب الحق ورأكم يا جزائرين اللي تبغيونا ونبغيوكم ورأكم جزائرين اللي عاشرتونا وعاشركم يفرأكم جزائرين اللي بلدت نوحة الجورة والمصاهرة وعمال مشاركة وكذا 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 في الرأكم وين الرأكم وشاركم ديرو واشنو الموقف ديركم هالشهد اللي يوقع تحركوا قولونا خرجوا بروانكم النفاق مبقاش ولهذا خص نحن نردوا البال ونتأكدوا بأنه الجزائريين والجزائر أو النظام الجزائري راهم عندهم موقف متشابه ومماثل وأن النظام العسكري الجزائري والمسؤولين والتقمى الحاكم ومن يضر في القيم ما يحبوناش نهائيا ويبغيوناش ويكرهونا وكما كيقولوهما ينوموا عننا المنامة الشينا يعني كيحلموا عننا الحلمات الخيبة يعني كيتمنى عننا غير الحواج لخيبين والآن أمام الحالم بغا النظام الجزائري وجنار الجزائريين يمارسوا النزوات ديلهم والجبروز ديلهم علينا كما كيدروا على الجزائريين ولكن ترجعنهم غير القاملس ليه القاملس دا شغلوه طلعتها الصحاق وبقام شهور الآن وبالتالي انه تهزمت الطغمة الحاكمة في الجزائر أمام العالم أمام العالم كل شي بان كل شي عارف بأنه هدو امراض فيتر المرض لهيه لكو نلقوش حاجة اكتر ما هاشي يديروها يديروها ما يقرش فيهم حتى شوية الخير نهائيا لا جرى ولا عشرة ولا مساعدة ولا ولو وبالتالي خصنا احنا لنستبدو الدروس الدروس ديال طغمة الحاكمة ديال الجزائر ديال القرح الجزائري ديال حق الجزائري نآمنوا بأننا ما رحناش معا خوا خوا رحنا معا عداوة عداوة ونردوا البال اما حكم جزائري كما سنقول ديال من ما غير ديوغي البرد ورمد ديوغي البرد وهنئا لبركان النهضة البركانية تأهلها للمقابلة النهاية ان شاء الله قد تكون فرجة سواء في الدهب او الاياب ان شاء الله نتمنى يكون الكأس من نصيب النهضة البركانية اما حكم جزائري ما يديروغي البرد شكرا اتمامكم والسلام عليكم وعلى الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة